خيل انك تكون قادر على السفر عبر الزمن وقدرت ترجع الى الماضي وتشوف جدك بعد شباب وبطريقة ما تخليه ما يشوف جدتك ولا يلتقي بيها وبعدها تريد ترجع الى الحاضر شن اللي ممكن يصير وفقا لهذه الفكرة لو تم منع الزواج في الماضي ما رح يكون اكو والدين من الاساس فبالتالي ما رح تكون انت موجود اصلا لكن ممكن هنا واحد يسأل اذا انت ما شنت موجود من الاساس فشلون تكون انت اصلا من يمنع جدك وجددك من الالتقاء هذا ما يسمى بمفارقة الجد بحيث تخلق هذه المفارقة حلقة مغلقة بحيث اي تغيير يصير بالماضي يؤدي الى نتائج غير متوقعة ويعتبر لغز يجسد التحديات في السفر عبر الزمن ويبرز ايضا كيف ان التلاعب بالماضي يؤدي الى نتائج غير متنبئ به لو اجدتك مثل هذه الفرصة بالرجوع الى الماضي فهل رح ترجع الى الماضي لتغيير بعض الاحداث اللي ممكن تكون انت اخطيت بيها مع الاخذ بنظر الاعتبار العواقب اللي ممكن تكون وخيمة